يوم تشاركوننا هذا الحدث المهم في حياة تونس وهو تشكيل الاتحاد من تجل تونس والأهلان هريبة عندما تشكل في هذه الندوة الصحفية وهو يطرخ نفسه مشروعاً للاستجابة الواعية لتأمن مستقبل التوانسة خايفين مفجوعين المخاطر متعددة والسما الأساسية في هذا المشروع أنه متمسك بالثوابة المبدئية بتاع المشروع التونسي مكونات أطراف معروفة بنظانها بتاريخها وباستعدادها للعطاء من أجل تونس وباستعدادها لا يتقصد استهداف أي إن كان بالعنف أو المواجهة بل يتقصد إقرار ديمقراطية حقيقية قوامها التنافس الجدي والتداول الجدي هذا هو الإطار نعم هدك أميش؟ ثم مشكلة مطروح وبدأ الحديث حولها يتنامى الشرعية هل نحن دعاة إسقاط هذه الشرعية؟ هل نحن دعاة تجاوز هذه الشرعية؟ لا شك أن التوانس الكل يعرفوا الانتخابات تفقشي مكتوب الرغم كل ملاحظاتهم عليها هي ماكسيم التونسي وهي الشرط الأول من الانتقال الديموقراطي اللي أحنا متمسكين به وندفوها ليه؟ ونحبوه بتاعهم علاش؟ على خاطر الضعف وأصيبة بالخدش وفهمنا للشرعية ماهوش التمسك والتحصن بالمواقع والمكاسب والغنائم الشرعية ليست دفاع عن الجديمة الشرعية هي دفاع على مصلحة تونس وما نقوله نابع من الواقع التوانس الكل في الشرع اليوم يتسائلوا علي عملوه 23 أكتوب وهتزت الثقة احنا نقوله المؤسس هذه بالنسبة للاتحاد من أجل تونس ليست مطروحة للإسقار وليست مطروحة للتجاوز وإنما مطروحة للتدعيم من خلال الوفاق الوطني اللي عنده شروطه وينزم الناس اللي في موقع الشرعية ويدافوا عليها باحتبارها مكاسب يرجعونهم شاهد الحقل ويفهموا معاشا نجمه نقتموا بعد المواعيد لم تحترم الانتزامات الأخلاقية لم تحترم حتى شيء من مكاسب البلاد لم يحترم وأصبح الإغتيال السياسي في الشارع في نماذج من الجريمة السياسية غريبة على بلادنا على تقاليد بلادنا من هنا جاء طرحنا لضرورة لضرورة تدعيم الشرعية الانتخابية اللي هي على الرأس العين ولكن أيضا لم تعد كافية ولا بد من تدعيمها بتوافق وطني بدون أي استثناء والتوافق الوطني هذا يجد تكريسه في مسألة المؤتمر الوطني للإنقاذ نحن لا نعتبر المؤتمر الوطني للإنقاذ بديئلا للمؤسسة الشرعية القائمة بل نراه إطارا للحواء بين القوى السياسية الوطنية الكل كيف نقول كل كل التوانس المعنيين حقيقة اللي بمستقبل تونس واللي يحبوا يدافعوا على تونس الديمقراطية تونس الجمهورية وتونس التقدم وتونس اللي يبقعوا فيها أولادها الكل من الزواولة الرجال الأعمال لكل الوطنيين حقهم في العيش الكريم وكذلك في التعبير على أراه هداك علاش نعتبره أنه الحوار الوطني أو مؤتمر الحوار الوطني يمكن أن يتداخل ويتفاعل إيجابيا مع الشوط الثاني من مبادرة الاتحاد العام تونسي بشرط ما يجيناش واحد يقول أي لا ما نقعدش مع أفلان ولا ما نقعدش مع أفلتان ينزل يفهموا اللي بعد ستة في بري الوضع تغير وكلنا في سفينة يجب أن نحارب من يسعى إلى إغراقها نحاربه سياسيا مش دموية للعسكرية نتصدى لمن يحاول أن يغرقها بالدفاع عن مغانم ومكاسب لم يعد الآن في وضع تونس الوقت سامح لهذا الطرف اللي أشبه ما يكون بالعبث نقطة أخرى المهمة أنه هذا الحوار نحن كالاتحاد من أجل تونس مستعدين باش نكرسوا كل جهودنا للإعداد الجيد ليه لتصور برنامجه مراحلوا وألياتهم شكرا لكم